يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنبت والحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت كيف تصنع إذا نوذي بالرحيل وما تأهبت ألسى الذي بارزت بالكبائر وما راقبت أسفا لعبد كلما كثرت أوزاره قل السغفار وكلما قرب من القبور قوي عنده الفتور أذكر اسم من إذا أضعته أفاذك وإذا أتيته شاكرا زادك وإذا خدمته أصلح قلبك وفؤاذك أيها الغافل ما عندك خبر منك فما تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتغضب فتخاصل فبما تميز عن البهاء يا من قد وهى شبابه وامتلأ بالزلل كتابه أما بلغك أن الجلود إذا استشهدت نطقت أما علمت أن النار للعصات خلقت إنها لتحرق كل ما يلقى فيها فتذكر أن التوبة تحجب عنها والدمعة تطفيها سألوا القبور عباد الله عن سكانها واستخبروا اللحود عن قطانها تخبركم بخشولة المضاجع وتعلمكم أن الحصرة قد ملأت المواضع والمسافر يود لو أنه راجع فليتعذي الغافل واليراجع يا مطالبا بأعماله يا مسؤولا عن أفعاله يا مكتوبا عليه جميع أقواله يا مناقشا على كل أحواله نسيانك لهذا أمر عجيب كان بشر الحافي طويل الصهر يقول أخاف أن يأتي أمر الله وأنا نائم من تصور زوال المحن وبقاء الثنائهان الإبتلاء عليه وما تفكر في زوال اللذات وبقاء العار ها نتركها عنده وما يلاحظ العواقب إلا بصر صاقب وما يلاحظ العواقب إلا بصر صاقب وما يلاحظ العواقب إلا بصر صاقب